مساء الخير على كل مشاهدينا وحلقة جديدة من ترانز هيكون معنا فيها فقرات كتير ومختلفة زي معاودناكم دايما ودلوقتي هنبدأ بفقرة ترانز of the week الأسبوع ده كمليان بالترانز بس أكتر حاجة شغلت الناس على السوشيل ميديا كانت حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس واللي اتزاعت على شاشة القناة الأولى أجزاء كتيرة من الحوار بقى التراند على السوشيل ميديا ومنها كلام إسعاد يونس عن صلاح لما قالت أنها حسة أنه ابنها وكمان كلام صلاح عن مكة في البيت ومعاملتهم معها ومع مامتها وأختها كان وكمان كلام صلاح عن حصوله على المركز السابع في جائزة أفضل لاعب في العالم وأن ده ما كانتش متوقع وأن النتيجة كانت ظلمة جدا من الحاجات اللي الناس تكلموا عليها كتير على السوشيل ميديا كانت أفكار صلاح بعد اعتزال قرة القدم وأنه ممكن يتجه إلى أنه يكون رجل أعمال أو يعمل في مجال قرط القدم وطبعا كلام محمد صلاح عن زوجته ماجي تصدر التراند بشكل كبير خصوصا الجزء اللي قال فيه أنها أهم ضلع في حياته وقد إيه مؤثرة في حياته بشكل كبير وأنه خليها تستلم جايزة في حفلة الأفضل لأنه كان حابب أنها تظهر أكتر من الأول ومن الحاجات كمان اللي شغلت السوشيل ميديا بشكل كبير خلال الأسبوع ده كان فيلم معلي ماما بطولة الفنانة بشرة بس اللي شغل الناس هو أن الفيلم اتشال من السينماس بعد شهر ونص بس من عرضه وده لأنه حقق إرادات ضعيفة جدا وصلت 130 جنيه في الليلة الوحدة يعني إجمالي إرادات 217 ألف جنيه بس وده طبعا بيعتبر إراد ضعيف جدا مقارنة بالأفلام المعروضة في نفس الموسم يعني هنلاقي أن فيلم الجريمة الأحمد عز بتصدر شباك السينما وبيجي بعده فيلم حامل لقب بطولة شام ماجد ودينا الشربيني وبعدهم فيلم من أجل زيكو بطولة مينا شلبي وكريم محمود عبد العزيز وهنلاقي أنه إجمالي الإرادات لفيلم الجريمة حوالي 30 مليون جنيه وبيجي بعده من أجل زيكو حوالي 26 مليون جنيه وبعدين فيلم حامل اللقب حوالي 9 مليون جنيه مطرب الرعب الشهير ويجز كان بتصدر التريند الأسبوع ده برضو لأكتر من سبب السبب الأول هو أغنيته الجديدة البخت واللي قربت من 15 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع واحد وطبعا كالعادة الأغنية نفسها عملت حالة من الجدل الكبير بين الناس فهنلاقي أن الجمهور انقسم بين مؤيد وشايف أن الكلمات جديدة واللحن حلو وبين ناس تانية شايفة أن الكلام مش مفهوم وأن ده مش كلام أغاني أصلا الفكرة أن في ناس كتير قوي من الفنانين والجمهور عجبتهم الأغنية ومن الفنانين هنلاقي شيكو واللي نزل ستوري على صفحيته في الإنستجرام وهو مشغل الأغنية هنلاقي كمان دورة وليلة وملك أحمد زهر وطارة عماد وغيرهم كتير من الفنانين اللي ادفع له مع الأغنية وقاله أنها عجباهم قوي وأن الكلمات مش مفهومة وبعضهم كمان قال دي مش كلمات أغاني خلوني بس أقول لكم حاجة مهمة قوي في الموضوع ده سواء اتفقنا أو اختلفنا مع اللي بيقدمه ويجز والأغاني بتاعته لازم نقول أن ليه جمهور وجمهور كبير كمان بدليل أن الأغنية في أيام قليلة قوي قرابة توصل ل 15 مليون مشاهدة على اليوتيوب وبكده خلصت فقرة ترانز أوف دويك